في البداية دايماً بنسمع كلمة لما بنشوف حرائق مثلاً بنسمع كلمة الماس الكهربائي طب هل دالي علاقة هل فعلاً ممكن يكون سبب الماس الكهربائي وإزاي ممكن يحصل يعني أنا قاعد في بيتي كده مرة واحدة يقولك ده ماس كهربائي طب حصل منين جيزاي طيب بسم الله الرحمن الرحيم خليني بس الأول أعكس الموضوع علشان السادة المشاهدين يفهموا القصة بتبقى أساسها إيه أنا هاجي من عندي كلمة مسلس الحريق أنا في عندي مسلس الحريق عشان أي حريق لقدر الله يعني يقوم بيبقى في عندي مادة وعندي حرارة وعندي أكسوجين التالتة دول أينما تواجدوا بتحصل الحرائق طيب المادة دي خشب وماش سواين غاز طيب الحرارة بقى منشأها إيه الحرارة منشأها اللي احنا المتعرف عليه جميعا بلس أننا ممكن يحصل عندي شرر كهرابي يؤدي إلى يؤدي إلى الحرارة طبعا الجزء التالي طبعا اللي هو الأكسوجين هو حامل اللي هو بقى المسؤول عن إتمام بالضبط علشان كده علشان كده قبل ما ننقل على بين قصين الكهرباء لقدر الله ما بيحصل أي حاجة تكون حريق بسيط لازم أول حاجة أحاول أطفي أو أعزل الأكسوجين سواء كان بطنية أي وسيلة من وسائل العزل بحيث أن أنا أجنب أو ألغي ضلع من الأضل واضيفة أقدر أتعامل مع الحقيقة لو كان الموضوع بسيط ما كانش بسيط هنقول الإجراءات في سياق الحديث طيب ده يخدنا لكلمة حرائق الكهرباء أنا عندي الحرائق أو عندي الحرائق مقسمة لثلاث أنواع حاجة ABC أو ألف بهجيم حرائق الكهرباء هي حرائق من الدرجة C لها حرائق المواد الكهربية والأجهزة الكهربية ليه بتحصل؟ ليه الأول بتحصل حلائق الكهرباء؟ أنا عندي موصلات بيمشي فيها كهرباء الكهرباء دي ماشي فيها فولت أو أمبير معين بشكل أو بآخر ممكن يحصل تآكل ممكن يحصل عدم وصفة للكود ممكن يبقى أنا عندي جهاز مثلا ودي مهمة جدا للسادة المشاهدين لو أنا عندي جهاز 220 فولت وراء النين بليت اللي موجود على الجهاز يقولك بيسحب مثلا 10 أمبير مفروض الكابل بتاعه يبقى روبع ل10 أمبير يعني كام 2.5 ملي لو أنا تعاملت بس أنا مش متحكمة في شكل السلك أنا بتكلم أنا بشتريه كده كجهرب أنا بتكلم أنا هوصله أنا لو دوقتي ما عنديش مصدر للطيار أي فهترى جيب المتعرف عليه برضو بلغة المجمع المشاهدين المشتركات أو الوصلات وهي دي الكوارث لأنها غير مطابقة للكود أو محدش متخصص بيعملها أو أن أنا بروح يعني باكتهد وبخلي أي حد يعملها لي فبالتالي أنا ممكن يبقى عندي تلاجة محتاجة مثلا سي كابل 10 ملي ألاقي مديني كابل 2 ملي أو 3 ملي طب إيه اللي بيحصل لما بوصل الكهرباء زيها زي فيضان المية هي بتمشي فهي عاجزة حاجة تشيلها تتحمل كويس طب لما بيشلهاش إيه اللي بيحصل تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة إيه؟ حرارية طب طاقة حرارية مع زي ما حالك تفضلتي وقلتي ارتفاع درجة حرارة الجو اللي بيحصل مش يتسيح ويتولع بالزبط بالزبط ده الموضوع ده فيزيك اللي بيحصل جوه السلك أو جوه الموصل اللي بيحصل فيه